والله هذه الأشياء لا أحبها ولا أنصح بها أو حذر منها حقيقة يقول أحيانا في توك توك يصير اثنين تناقشون هو يتكلم الحين مسلم ونصران أحيانا يتناقشون شاعر وشاعر يتناقشون أديب وأديح يتناقشون مهندس ومهندس يعني أي موضوع يتناقشون فيه اثنين طيب ويصير فيه مشجعين مشجعون من الخارج ويدفعون فلوس هؤلاء المشجعون لهذا أو لهذا واللي يأخذ فلوس أكثر يعني أتصور هذا سفه زين من الناس مثل يعني زاهم نبي الحريب يطلعون مرة ثانية مثل هذا اللي مساء على الحفلات وهذا يطلعون على التوك توك بعد أساس الناس تلتزم هذا سفه وتبذير للمال وفتبة للناس يعني هذا المسلم اللي بيناقش نصراني أو كذا وكذا حصل الفلوس بروح يناقش الباب باتر عشان يحصل الفلوس والله على بعد هالنقاش هذا ماذا يترتب عليه عند علم عند علم يعرف يجاوب ما يعرف يجاوب ما تدعي عن هذه الأشياء كلها فهذه فيه فتنة لهؤلاء الناس أنهم يستمرون بهذا العمل أن يحصلون منهما والناس مفتونون بالمال وإنه لحب الخير لشديد يعني الإنسان يحب المال طيب فالقصد لا تجوز هذه الأمور لا من الذين يناقشون لأجل المال ولا لأزل الذين يدفعون هذا المال الذي تدفعه عشان تكتكه هذا روح يدفعه يأكل فيه فقير لقمة يعيش منها ولا تعطيها لمثل هؤلاء والله المستعان ترجمة نانسي قنقر